بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أوقات الصلاة تحت الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت انتهينا إلى وقت صلاة الفجر وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ومقداره بالساعة قد يختلف من موقع إلى آخر ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالمغرب أما من كان في البر أو في الصحرة ولا يوجد هناك ما يمنع الرؤية فإذا رأى البياضة المعترضة الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت الصلاة ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي أخرجه مسلم في بيان أن صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس مسألة تعجيل صلاة الفجر هل الأفضل تعجيل صلاة الفجر في أول وقت أم الإسفار بها؟ هناك قولاني القول الأول أن التعجيل أفضل ودليل ذلك ما سبق من أدلة استحباب تعجيل العبادة مثل قوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس يعني في أول وقتها وهناك من الفقهام الرأى أن تخر الفجر أفضل واستدل على ذلك بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم ولكن قيل أن المراد أي لا تستعجلوا في أن تؤدوا الصلاة قبل أن يسفر ويبين أول وقتها مسألة بما يدرك وقت الصلاة اختلف الفقهاء رحمهم الله إلى قولين قول الأول كل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام في وقت الأداء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهذا عام يشمل الفريضة والنافلة المؤقتة كصلاة الضحى والوتر ونحو ذلك استدل من ذهب إلى هذا القول بأنه من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت ومن أدرك جزء من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله أو فقد أدرك الوقت كله لأن الصلاة لا تتبعظ فإذا أدرك جزء من الوقت ودخل في الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت أداء فإنه حينئذ قد أدى الصلاة في وقتها وإن كان فعل معظم الصلاة وأكثر الصلاة وغالبا الصلاة خارج الوقت وكذلك يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة لكنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت ويتعود على ذلك وإنما إذا كان هناك عذر مقبول فإنه حينئذ يكون قد أدرك الصلاة في وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعلى كل حال هذه المسألة فيها خلاف ولكل دليله ولعل القول الثاني أنه أرجح لصحة ما استدل به وعلى الخلاف في هذه المسألة ينبني عدة فروع فقهية الأول المرأة إذا أدركت من أول وقت الصلاة أو آخرها مقدار تكبيرة الإحرام ثم أتاها الحيض أو أتاها الطهر فعلى القول الأول أنها أدركت الصلاة فيجب عليها إذا تطهرت أن تصلي هذه الصلاة وكذلك إذا كان ذلك إذا طهرت وبقي من وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام فإنها تلزمها أيضا هذه الصلاة وعلى القول الثاني لا يلزمها إلا إذا أدركت مقدار ركعة من وقت الصلاة الثاني والأمر الثاني الذي ينبني على هذا الخلاف أو الفرع الثاني الذي ينبني على هذا الخلاف أن من أدرك من قدار تكبيرة الإحرام من وقت الصلاة فقد أدرك الجماعة وعلى القول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة وهذا هو المتفق عليه أن الجماعة والجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة الفرع الثالث أنه إذا بقي من وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام فإذا بقي من وقت الصلاة مقدار تكبيرة إحرام فعلى القول الأول يدرك الصلاة أداءا في وقتها وعلى القول الثاني لا يدرك الصلاة أداءا وإنما يدركها قضاءا لأن الوقت الذي تدرك به الصلاة على القول الثاني هو مقدار ركعة لا مقدار تكبيرة الإحرام والرابع أو الفرع الرابع أن من صار أهلا لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف أو لكونه قد اتصف بمانع الجنون أو نحو ذلك ثم زال فمتى صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت على القول الأول بمقدار تكبيرة الإحرام لزيمته الصلاة وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة مسألة ما يجمع إلى الصلاة التي قبلها كالعصر تجمع إلى الظهر والمغرب مع العشاء المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء ما يجمع إليها قبلها مثال ذلك إذا أدرك وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر تكبيرة الإحرام على الخلاف فهل تلزمه صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع صلاة العشاء على هذا المذهب أو على القول فإنها تلزمه صلاة الظهر مع صلاة العصر وتلزمه صلاة المغرب مع صلاة العشاء لأن وقت الصلاة الثانية وقته للأولى وبالتالي يلزمه أن يؤدي الصلاة التي تجمع إلى الصلاة التي قبلها إذا أدرك إما تكبيرة الإحرام مقدار تكبير الإحرام أو مقدار ركعة وقال بعض أهل العلم أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط فأما ما قبلها فلا يلزمه وهو القول الراجح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والله أعلم موسيقى